بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عجت وسائل التواصل الاجتماعي التركية وبعض الدول العربية الأيام الماضية بصور وفيديوهات لتراجع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط ما دفع بعضا إلى التحذير من تسنامي أو زلازل مشابهة لما حدث في تركيا وسوريا نحاول الإجابة عن السر وراء تراجع مياه البحر الأبيض المتوسط وإمكانية حدوث تسنامي طوال الأسبوعين الذين أعقب عصفة الزلازل التي كان مركزها ولاية كهرمان مراشد تركيا عجت وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا وبعض الدول العربية بالصور والفيديوهات التي تظهر تراجع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط الأمر الذي دفع البعض إلى التحذير من تسنامي أو حدوث زلازل مشابهة لما حدث في جنوبي تركيا وشمالي سوريا وبينما وثق مواطن حوض البحر الأبيض المتوسط على كاميرات هواتفهم تراجع مستوى المياه من 4 إلى 20 مترا من السواحل كشف بعض الخبراء أسبابا طبيعية وراء هذا التراجع لا علاقة لها بالزلازل العنيفة التي ضربت المنطقة ومات لها من موجات ارتدادية بالألاف وإلى جانب ظاهرة المد والجزر المعروفة وزيادة الضغط الجوي في أجزاء من البحر الأبيض خلال فصل الشتاء أشار بعض الخبراء إلى أن قلة الأمطار هذا العام سببت انخفاضا بمنسوب مياه البحر المتوسط لانحسارا وفي أعقاب الضجة التي صاحبت انتشار الفيديوهات أصدر المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية بيانا جاء فيه أن تراجع مياه البحر مرتبط علميا بحركة المد والجزر التي يمكن أن تكون أقوى ببعض السنوات ونفى في الوقت ذاته صحة ما يتداول عن حتمية وصول أمواج تسونامي مؤكدا أنه لم تسجل أي هزة أرضية في البحر المتوسط يمكن أن تسبب هذه الأمواج هل يوجد خوف من التعرض لموجات تسونامي عقب الزلزال المزدوج الجديد الذي ضرب ولاية هطاي التركية ليلة الاثنين انتاب سكان المنطقة قلق حقيقي جراء الانخفاض غير الطبيعي في مياه البحر ولسيما عندما طلبت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد من المواطنين في هطاي الابتعاد عن السواحل خشت ارتفاع منسوب المياه ولكن بعد مساعدة الخبراء والعلماء المتخصصين اتضح أن تراجع المياه سببه عامل المد والجزر المتوقع أن يحدث مرتين في الشهر وبالأخص عندما يكون القمر بدرا ووفقا للخبراء فإنه من أجل حصول تسونامي يجب أن يتسبب الزلزال في إزاحة عمودية شديدة وواضحة للصفاح التكتونية لا أفقية كما حدث في زلازل جنوبي تركيا كما أن قوة الزلازل من المفترض أن تكون قادرة على توليد موجات السونامي خلال ساعات وليس أياما وعلما أنه مر أسبوعان على الحادثة عواصف في عرض البحر معلقا على أسباب تراجع مياه البحر عشرة أمطار في خليج فتحية بولاية موغلا غربي تركيا ذكر الدكتور مصطفى بهدير أنصوي لوكالة الأناظول أن الانسحابات سببها عواصف بعرض البحر خلال المد والجزر وبخاصة في فصل الشتاء وأكد أنصوي أن تراجع المياه لا علاقة له بالزلازل وأنه لا يوجد حدث طبيعي يمكن أن يتنبأ بالزلازل وأضاف قائلا بسبب اختلاف ضغط الهواء يتراجع منسوب المياه في بعض الأحيان هذه التأثيرات تظهر بشكل أكبر في فترات الشتاء ويبدو أن تراجع المياه لوحظ لمسافات أطول على الشواطئ الضحلة نحن نعلم أن تراجع المياه أمر طبيعي ونراقب هذا الحدث كل عام هذه الأحداث لا علاقة لها بالزلازل الحركة البحرية الوحيدة المرتبطة بالزلازل هي تسنامي وستتعافى عمليات تراجع مياه البحر في المنطقة في غضون أيام قليلة ويطلق على حالة الضغط الجوي المرتفع التي تسبب تقهقر مياه البحر اسم الإعصار العكسي وهو مصطلح في علم الأرصاد الجوية يطلق على ظاهرة مناخية تشير إلى مناطق الضغط الجوي المرتفع بحيث تتحرك الريح على شكل دوامي فوق تلك المناطق مع عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي وعكس عقارب الساعة في نصف الكرة الجنوبي لا داعي للقلق وردا على تلك الضجة طمأن الخبراء بأن منسوب المياه سيعود إلى حالته الطبيعية تدريجيا الأيام القادمة وأن الظاهرة لا تستدعي القلق علما أنها شائعة الحصول ولا تلاحظ على الأغلب إلا من مختصين وبحارة لكن الطقس الصافي وعدم وجود عواصف أو أمواج جعل من ملاحظة الجزر أكثر وضوحا هذه المرة يذكر أن المد والجزر ظاهرة طبيعية من مرحلتين تحدث لمياه المحيطات والبحار مرحلة المد يحدث فيها ارتفاع وقت تدريجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر ومرحلة الجزر يحدث فيها انخفاض وقت تدريجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر وتنجم هذه الظاهرة عن التأثيرات المجتمعة لقوة جاذبية القمر والشمس وحرك الدوران الأرض التي تولد بعض القوة الطاردة المركزية عند خط الاستواء أتمنى أن تكون الصورة قد وضحت كما أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر